وعبارة عن disturbance اضطراب في الوسط بين الطاقة بتاعتي من مكان لمكان يبال موجة عبارة عن disturbance اضطراب ذات transfer energy from place to place يعني بين الطاقة من مكان لمكان طب مين اللي بيحمل الطاقة ديه يقولك هو ال medium اللي بيحمل الطاقة هو ايه؟ ال medium الوسط والوسط ده كان يكون لي انواع زي جاز نوعه جاز او liquid او ايه؟ او سلد موجود عندي طيب هل كل الامواج متطلب لها وسط عشان تنتقل؟ اقول له لا في بعض الامواج زي الموجة الضوئية لا تنتقل في الوسط ولا تحتاج الى وسط كي تنتقل فيه والدليل على كده الدوق اللي بيجينا من الشمس مش محتاج وسط بيجيلي من الفراغ ولكن لو جيت مثلا على الصوت الصوت من الموجات اللي محتاجة الوسط عشان تنتقل فيه يعني لو اتنين طلعوا الفضاء فوق واتكلموا جنبوا بعضة على طول بش يسمعوا بعض ليه؟ لاني مفيش وسط ينتقل فيه الصوت موجة الصوت من نقطة ايه الى نقطة يبقى هنا في البداية اتكلمنا عن الموجة عرفنا اللي هي الطراب الطراب بيحدث في الوسط بينقل الطاقة من مكان للمكان اخر وفي بعض الامواج بيحملها هو الوسط والوسط قد يكون من النوع الغاز او السائل او ايه او الصوت طيب هنروح بقى على الويف موشن اللي هو الحركة الموجة بتتحرك ازاي بتاخد اي سلوك او اي اتجاه بتتحرك بيه؟ بيقول ان ابسط شكل او حركة من حركات الموجة هي السيمبل هرمونيك موشن السيمبل هرمونيك موشن هي الحرقة التوافقية البسيطة طبعا الحرقة التوافقية ايه البسيطة شبه البندول بتاع السعب ودايما الحرقة التوافقية البسيطة لما نقول على حد بتحرك حرقة توافقية بسيطة يعني حرقة فيها استمرارية فيها حرقة فيها ايه استمرارية يعني لا تتوقف طبعا زي ايه زي ضربات القلب فيها انتظام وفيها استمرارية طبعا لو توقفت اصبحت لا نسميها سيمبل هرمونيك ايه موشن طيب بيقول البروباجيشن الانتشار بتاع السيمبل هرمونيك ويف بتاع الموجة التوافقية الموجودة عندي في الميديم كد يكون بالشكل ترانزفيرس شكل مستعر أو شكل طول شكل مستعرض أو شكل ايه أو شكل طول طيب دايما البرتكل بتاع الميديم اللي هو جسيمات الوصف بتاعي بيحصل لها فيبريشن واتجاه الاتزازات بتاعها ده هي بيكون عمودية على اتجاه انتشار ايه الموجة وخصوصا في حالة الترانزفيرس ايه ويف الموجات المستعرضة يبقى في الموجات المستعرضة التجاه بتاع اتزاز الموجات دايما بيكون عمودي على اتجاه انتشار ايه الموجة يبقى البرتكل of the medium في فيبريت بيحصل لها اتزاز في اتجاه عمودي على اتجاه الاتجاه ايه الانتشار بتاع الموجة اللي عندي وده بيتوفر فيه الترانزفيرس ويف اللي هي الموجات المستعرضة طيب لو احنا عرفنا الموجة الويف وقلت اللي هي عبارة عن الطراب بيحصل في الوسط طيب ازاي امثل الموجة بتاعي بشكل رياضي افصد صورة من الصور بتاع تمثيل الموجة هو الشكل اللي موجود عندي ده ان الواي بيسوي بي سين امجة تي بلاس ار ماينس الفا طيب ايه كل عنصر موجود عندي هنا الواي ده هي بتمثل الازاحة اللي بتحصل في الموجة الموجودة عندي دي مقدار الازاحة اللي بتحصل البي بتمثل الامبليتيود الساعة الامجة بتمثل حاجة اسم천ه التردد الزاوي والتي بتمثل الزمن والالفا بتمثل مقدار الفاية الشفت ايه اللي موجود عندي يبقى هنا الواي دي بيسميها اللي هو إزاحة الإزاحة اللي بيصنحها الجسم المهتز الموجود عندي اللي بيطلع إيميتنج للويب والبي بنسميها الأمبليتيود الساعة الساعة ببساطة هي أقسى إزاحة بيصنحها الجسم سواء للأعلى أو للأسفل عشان كده الأمبليتيود قد تأخذ قيم مجابة وقد تأخذ قيم سالبة زي ما اتفقنا للأومجا ديت هي عبارة عن الأنجلار فرينكوانسي اللي هو التردد الزاوي وده ممكن نعبر عنه اللي هو 2π في F اللي هي 22 على 7 والF هو الفرينكوانسي التردد بتاعي أو أيضا ممكن نشيل الفرينكوانسي ونحط مكانها واحد على T كابتل والT كابتل هنا بتمثل الزمن الدوري أو نقول اللي هي 2π في N والN بتمثل number of oscillation أو number of circle اللي بيعملها عدد الدورات اللي بيعملها إيه الجسم المهتز دي بالأومجا اللي في المعدل اللي فوق ده هيت زي ما قلنا هي وهي بتساوي 2π في F ون الF ديت هي التردد أو 2π على T كابتل اللي هي T كابتل هو الزمن الدوري اللي هو زمن اتزازة واحدة أو 2π في N اللي هو عدد الاتزازات الموجودة إيه عندي الألفا اللي موجودة في المعدل ديت بنسميها إذا متفعنا اللي هي الفيز إيه shift الموجود عندي طيب المقدار ده هو اللي هو أومجا T سواء كان plus or minus ألفا دي بنسميه الفيز المقدار ده كله على بعض اللي جوه الإشارة ده هي اللي جوه علامة الصين ده بنسميه إيه الفيز طب ممكن نعرفه عبارة عن إيه عايزة أجيب المقدار ده كله على بعضه هو عبارة عن الانفرس ساين للواي على البي تمام؟ على الواي على إيه؟ للبي زي ما قلنا الواي دي بتمثل الـ disbulacement الإزاحة والبي بتمثل إيه؟ الـ amplitude دي بقى دلوقتي بعد عرفنا تعرف الموجة وإزاي بتنتقل عرفنا الشكل الرياضي لأبسط الموجات الموجودة وعرفنا كل برامطر فيه المعدل أو شكل المعدل بيمثل إيه زي الواي والبي والأمجة T والألفا والمقدار كله على بعضه بيمثل إيه عندي بمعنى فيزيائي طيب هنروح دلوقتي لمفهوم تاني حاجة اسمها البصدفرنس البصدفرنس بمعنى اللي أنا بقول إيه؟ لو أنا عندي موكتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة لو ما قولي الموكتين بيتحركوا مع بعض تمام؟ في نفس المصار في الحالة دي بقولي البصدفرنس بينهم إيه؟ زيرو طب لو فيه واحدة سبقة تانية أو واحدة متأخرة عن التانية اللي لازم أن يتواجد إيه؟ بصدفرنس وإذا تغير البصدفرنس بتاعي يتغير حاجة اسمها الفيس دفرنس تمام؟ الزاوية مقدار الزاوية هيحصل له إيه؟ هيختلف طب تعالوا نشوف الموضوع عامل إزاي؟ بيقول يعني عندي موكتين بيتحركوا والموكتين لهم نفس الساعة ونفس إيه؟ الزمن الموجود عندي الدول هذا شكل مكتين هوت هذا الموجب البرتكل الأولاني بيه بيطلع موجة لللون الأزرق دوت ليه؟ بتتحرك واللون الأحمر اللي هو البرتكل رقم 2 بيطلع موجة هوت موجة تانية خلاص اللي تنلهم نفس الساعة ليه؟ لو أنا جيت قسة المسافة من هنا لهنا تمام؟ هلقاها هي المسافة من عند الأحمر لإيه؟ لموضع السكون اللي هو أقصى اتزازة بيصنحها بعيدا عن موضع إيه؟ السكون سواء كانt في الموجة أو إيه في الساعة طيب هتلاقي إن الموجة اللي باللون الأزرق سبقة أو متأخرة تمام؟ عن الموجة اللي باللون الأحمر يعني دي кая نفتح هنا من عندي إكس واحد واللون الأحمر بدء من عندي إيه؟ إكس اثنين طب لو أنا عشان أقدر أجيب الباص ديفرنس بينهم لازم أن أمسل الموجة الأولانية اللي باللون الأزرق بلون والموجة التانية اللي هي باللون الأحمر بمثلها الموجة اللي باللون الأزرق بمثلها بمعادلة والموجة باللون الأحمر بمثلها بمعادلة أخرى يبقى توجب المعادتين الموجودين عندها هو هذه المعادلة الأولانية بتوصف الموجة اللي باللونها أزرق بالشكل ده بيقول فيها إيه ال-Y زي ما اتفقنا اللي هي الزاحة اللي بيصنحها ال-A هو الأمبليتود وهنا الأمجة T ولكن T هنا منقوص منها مقدار X1 على C ال-X المسافة على السرعة هي زمن أيضا يعني الزمن اللي هنا ما تروح منه مقدار الدليل اللي حصل مقدار التأخر إيه اللي حصل وبردك نفس الحكاية الموجة التانية زيها شبيهة لها لأنه مفترض أن المكتون ليهوا نفس الأمبليتود برضك ولكن هنا المسافة اللي تأخرت دليل كان X2 يبقى X2 على إيه على C طيب عشان أجيب البصدفرانس بجيب حاجة اسمها الفيس دفرانس يعني أطرح اللي جوه الصين الفيس دفرانس اللي هو الفرق في الزاوية يعني أجيب اللي جوه الزاوية هنا اللي هو جوه الكوز بتاع الصين هنا واللي جوه الكوز بتاع الصين هنا واترحهم هما الاتنين إيه من بعض يبقى أقول له الفيس دفرانس هيساوي المقدار ده اللي هو أمجة في T نائس X2 على C ما تروح منها اللي هو أمجة في T نائس X1 على إيه على C زي ما موجود عندي هنا ممكن من المعددة ديت أخذ الأمجة الأمجة على C عامل إيه مشترك والT هنا هتروح مع السالب T اللي موجودين إيه عندي هيفضل X2 على X1 لو جيت بسيت على X2 على X1 ضمت بيمثله البس دفرانس اللي أنا عايز إيه أحسب بيمثله البس دفرانس اللي أنا عايز إيه أحسب يبقى ببساطة عشان أجيب البس دفرانس مثلت كل موجة عندي كل موجة عندي بالمعددة بتاعها وجبت الفيس دفرانس الفرق في الزاوية بينهم يعني الجوه الصين هنا والجوه الصين هنا اقترحهم من بعض خدت الامجة C عامل مشترك ويفضل عقود T راحت مع السالب T وولت الـ X2 على X1 دي بيمثل البس دفرانس أدى المعدلة اللي حصلت عليها طيب مش أنا لسه معرف الامجة اللي هو التردد الزاوي وقال اللي هو عبارة عن 2 باي في F أو 2 باي على إيه على T فشلت الامجة وحطيت مكانا 2 باي على إيه على T زي ما انتوا شايفين كده وبعد كده طلع عندي T الزمن الدوري في السي هو إيه الويفلينس اللي هو إيه اللنضة يبقى أصبح المعدلة إيه شكلها إنه الفيز ديفرانس بيساوي 2 باي على لنضة في الاكس 2 وص الاكس 1 اللي قلت ان handled X2 وص الاكس 1 دمت هو البس إيه ديفرانس يبقى المعادلة بيقول وده معادلة مهمة جدا إن الفيز ديفرانس بيساوي 2 باي على لنضة في البس إيه في البس ديفرانس يبقى كده انتهينا من حكاية البس ديفرانس ها قدر رح سيبه إزاي اقدر احسبها بدلاية الفيز ايه ديفرنس والباي كما سابتة واللندا هو طول ايه طول الموجه المجهود عندي طيب انا عايز بقى احسب التوتا الانيرجي في زاوية عندي موجهة دلوقتي عايز احسب الطاقة بتاعها ومن خلال مطلق ما احسب الطاقة بتاعها اعرف ايه اهم العوامل اللي بتأثر على الطاقة لما اجي اعمل معادلة عشان اقدر اعمل كده لازم اوصل لدريفجن الرياضي او دريفجن بيوضح لي ايه التوتا الانيرجي كمت التوتا الانيرجي بتاع الويب دي بيساوي ايه طب دي هعملها ازاي بيقول لك انا عندي موجه بالشكل ده اللي هي معادلة رقم واحد الموجودة عندي دي زي الشكل الموجه العادي ان الوي بيساوي بيه سين اوميجا تي زايد الفا وعرفنا الوي ايه والبي والاميجا تي والتي والالفا دير عبارة عن ايه لو سمحتا عايزك تحسب لي هدفي هنا تحسب لي الطاقة القلية للموجة طب هحسب하 ازاي قال لك الطاقة الكلية بتاعة الموجة عبارة عن ايه بيساوي ايه الكينيتيك انيرجي طاقة الحركة زايد البوتينشال انيرجي اللي هي طاقة ايه الوضع طيب وطاقة الحركة ده هي عبارة عن نصف m فيه سكو convolution نصف m الم ده القتلة بتاع البارتكيلي والفيه هو عبارة عن ايه الصرعة اللي بتحرك بيها اما طاقة الوضع هي الانتجريش اللي هو عبارة عن التكامل بتاع القوة في ال-D-Y يبقى دلوقتي عشان أحسب التاقة الكلية للموجة الموجودة في المعددة دهية واحد لازم أن أحسب ال-Kinetic Energy لها وال-Botential Energy ال-Kinetic Energy أدكرونها نصف M-V-Square وهنا ال-Botential Energy عبارة عن التكامل بتاع F-D-A-Y طيب أعمل إيه؟ قال لك عشان أحسب ال-Kinetic خلينا نمسك ترمي ترمي في المعددة عشان أحسب ال-Kinetic Energy لازم ال-M كيما سبت ولكن ال-B هي المتغيرة إزاي يحسبها بقى؟ أنا ما عنديش ألي إزاحة أقول لك أنت خطف التفاضل لو عندك إزاحة، لو فضلت الإزاحة دي بالنسبة لزمن يديك إيه؟ سرعة ولو كمان لو فضلت السرعة دي بالنسبة لزمن يديك إيه؟ عجلة مش خدنا الموضوع ده؟ هقول له هعمل إيه بقى؟ في البداية هدف اللي عشان أحسب قيانetic energy لازم أن أجيب إيه؟ السرعة الموجودة عندي وقلت هجيبها إزاي؟ هجيبها عن طريق تفاضل المعادلة إيه الموجودة عندي أدا المعادلة هفاضلها زي ما تقولت بالنسبة للزمن لو فضلت ال-DY ده هي بالنسبة لل-DT يدينا إيه للسرعة؟ طب هفاضلها إزاي؟ تفاضل ستاين كوزين كم بداخل إيه؟ ستاين فيطلق ال-B كما سبت هتقدر زي ما هي هتلاقوا ستاين تفاضلها إيه؟ كوزين أمجة إزايد ألفا وتفاضل ما بداخل لها هنا تفاضل الأمجة تي هي عبارة عن أمجة هتطلع إيه؟ هتطلع برسا في أي مشكلة كده؟ ما فيش عندي أي مشاكل خالص طب لو حبيت أجيب العجلة عشان أجيب العجلة أفاضل المعادلة اللي أنا طلعتها في اتنين ده هي كمان مرة بالنسبة لإيه؟ للزمن هتفاضلها إزاي؟ هقول له والله بردك تفاضل القوزين سالب سين يعني ال-B أمجة هتفضل زي ما هي ب-A أمجة تمام؟ وهنعرف التربيع ده هي منين دلوقتي تفاضل القوزين سالب إيه؟ سين في تفاضل ما بداخل الزاوية تفاضل الأمجة تي عبارة عن أمجة الأمجة هتطلع مع الأمجة الأصلية تبقى أمجة إيه؟ أمجة تربيع طيب لو جيت بسيط على اللي باللون اللحمر في المعادلة رقم ثلاثة ديت ال-B سين أمجة تي هتلاقيها هي الموجودة فوق فممكن نشيلة ويخط المكان قيمتها إيه؟ ال-Y فطلع دلوقتي عندي السرعة وطلع عندي العجلة شايفين الشكل الأبسط شكل فيهم بتاع إيه؟ العجلة طلع سالب أمجة تربيع و-Y أما المعادلة بتاع السرعة فيها زواية طيب عشان أتخلص من الزواية هعمل إيه؟ قال لك عشان تتخلص من الزواية وتخليها شكلها بسيط ارجع للمعادلة رقم واحد الموجودة عندي إزاي؟ هقول له مش المعادلة رقم واحد دير ممكن يا قطاب الشكل ده سين أمجة تي زايد ألفا بسيط و-Y على B لو ضربت طرفين في وسطين هترجع بشكل الأصلي ولا؟ طيب بعدين قال لك أنا أمثل الموضوع ده بمثلصة هو قال لك منكفيسة غرس للوقتي إن السين عندي الموجود عندي السين هو عبارة عن مقابل على الوطر هذا الزواية بتاعتي أمجة تي زايد ألفا المقابل لها هو إيه؟ ال-Y صح؟ والوطر بتاعها الوطر بتاعها اللي هو إيه؟ ال-B طيب دلع ده أقدر أجيبه منكفيسة غرس؟ أقدر أجيبه تمام؟ اللي هو الجزر التربيعي اللي هو للوطر ناقص إيه؟ المقابل الموجود عندي هنا طيب وبعدين قال لك تقدر تجيب الكوزين من المثلص ده آه ده الكوزين ده عبارة عن إيه؟ المجاور للزاوية اللي هو مقدار بي تربيع مع سوية تربيع في تحت الجزر التربيعي لإيه؟ على الوطر اللي هو ال-B طيب وبالتالي كانت معادلة السرعة بالشكل ده أهي؟ كانت بتقول ليه بي أمجة كوزين أمجة تي فممكننا شيل الكوزين أمجة تي زال ألف وحط مكانها المقدار ده ولا لأ؟ آه ينفع وحط مكانها إيه؟ المقدار ده طيب وبعدين قال لك طالما جبت ال-B وبسطتها بالشكل ده احسب التقل كله الكيناتك إنه يتقل إيه؟ الحركية طيب التقل الحركية كانت بتقول ليه نصف M-B-A سكوية طيب كل اللي هعمله اللي أنا هاخده المقدار ده وأربعه هتلاقي الجزر التربيعي ده هو تنصف ده هو تأيه؟ راح يبقى دلوقتي جبت أول ترمي عندي ولا لأ؟ آه جبت أول ترمي اللي هو الكيناتك إنرجي طيب أنا عايز أجيب البوتنشا الإنرجي أجيبها إزاي؟ تعال نشوف هنجيبها إزاي؟ هقول لي أنه أولا إن الكيناتك إنرجي عبارة زي ما قلنا عبارة عن كوة في ال-D-Y طيب القوة دي عبارة عن كتلة في عجلة جميل الكتلة قيمة سابتة والعجلة أنا لسه جيبها ولا لأ؟ آه لقلتك لما فضلت الصرعة بالنسبة الزمن جبت إيه؟ العجلة طلعتها بالشكل ده طب هعوض عنها هنا طبعا لما ديت هتنزل كده ال-F لما شيلها دي سالب في سالب هيدينا إيه؟ موجة طيب بعد كده هعمل إيه؟ كامل لما تكامل المقدار ده هيتطلع لك م أمجة تربيع وي تربيع زي إيه؟ إثنين دلوقتي أصبح عندي الكينيتك إنرجي للتاقة الحركية معلومة وأصبح عندي البوتينشان إنرجي إيه؟ معلومة طبعا أجيب التاقة الكلية إزاي؟ أقول له التاقة الكلية عبارة عن الكينيتك إنرجي زي دي البوتينشان إنرجي أفق مع الاتنين مع بعض أفك ديه تمام؟ لما أفك نصف م أضربها في بي تربيع مرة ومرة في السالب وي إيه تربيع ده هيروح مع ده ويطلع لك إيه؟ في الآخر أن التاقة الإنرجي بيساوي نصف م أمجة تربيع بإيه؟ تربية وقلت زي ما اتفقت اللي أنا ممكن أشيل الأمجة تربيع بتاعتي وحط مكانها اثنين باي في إن وقلنا لإن عدد إيه؟ الاتزازات إيه الموجودة عندي يبدا المعادلة اللي طلعت بتاعت إيه؟ التاقة الكلية للموجة الموجودة عندي أهي التاقة الكلية بتاعت إيه؟ الموجة إيه الموجودة عندي طيب هتلاحظوا إيه هنا بقى إيه؟ المقدر ده هو تخلي بالكم الام ده كيما سبت والبي كيما سبت والإن كيما سبت هتلاحظوا إيه بقى؟ إن الطاقة الكلية بتتغير مع مربع الساعة الطاقة الكلية بتتغير مع مربع إيه؟ الساعة يبقى أصبح دلوقتي طلعت إكسيبريشا نهوة رياضي للطاقة الكلية للموجة واستنتجت منه إن كل الأكتر حاجة مؤثرة على الطاقة الكلية للموجة هي ومربع إيه؟ الساعة يبا دلوقتي التاقة الكلية بتاعت الموجة بتعتمد على مربع الساعة الموجودة عندي طيب أيضا يبا زي ما اتفقنا أن التاقة الكلية بتتناسب زي ما تشايفين هي بتتغير مع مربع الساعة وأيضا أن التاقة الكلية بتتناسب أيضا مع الشدة تتناسب ايه مع الشدة طالما أن التاقة الكلية بتتناسب مع مربع الساعة والتاقة الكلية بتتناسب مع الشدة معنى كده أن الشدة بتتناسب مع مربع الساعة زي ما تشايفين كده ولما جم حسبوها لقوا الاثنين مسويين لبعض ان الشدة بيساوي مربع الساعة شدة بيساوي مربع ايه ساعة ودي العلاقة التانية المهمة اللي احنا استنتجناها الغد دلوقتي يبقى دلوقتي عرفنا اول علاقة ان الفيس ديفرنس بيساوي اثنين باية على ماندة في الباس ديفرنس وبعد كده انتفقنا لما عشان نجيب التاقة لكلية للموجة بيجيب مجموع تاقة الحركة زي التاقة للوقت وشوفنا الاثبات وطلعنا اكسيبريشن موجود عندي بالشكل ده الاكسيبريشن ده ببساطة بيتكلم بيقول ان هنا انتاقة الكلية بتتنسب مع مربع الامبليتيود مع مربع ايه الساعة خلاص وايضا عارفين ان انتاقة الكلية بتتنسب مع الشدة معنا كده ان الشدة بتاعته تتنسب مع مربع الامبليتيود ولم نجوم شافوا مقدار التنسب دلوقتي لقواه حاجة بسيطة جدا فإلاك اللي كنتم مساويين مع بعض وده اكسيبريشن تاني هنستخدمه ايه في الاستنتاجات ايه الجاية هنتوقف هنا وناخد بريك ونرجع نستكمل بيت المحاضرة والسلام عليكم ورحمة الله